أكد رئيس عبد الفتح السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بدلو سانشيز وجود حاجة مسا وعاجلة لإنهاء حالة التحفز الرهنة لاستعادة السلم والأمن بالإقليم وخلال اتصال هاتفي شدد الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسباني على محورية العمل للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية خاصة عن طريق تفعيل حل الدولتين من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة بما سيدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال استعرض الجهود المصرية للتهديئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع حيث أشاد رئيس الوزراء الإسباني بالدور المصري على المسارين السياسي والإنساني لإنهاء الأزمة الجارية من جانبه تمن رئيس السيسي الموقف الإسباني من الأزمة راهنة مشيدا بتحركات رئيس الوزراء الإسباني لدعم السلام في المنطقة وفي هذا السياق تم تأكيد خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية لعواقبه الإنسانية الوخيمة كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أثنى الجانبان على مستوى العلاقات وما تشهده من زخمة وأكد حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يتفق ومصالح الشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر